نروح لأخبارنا وهنبتدي بكرة اليد منتخب كرة اليد الحقيقة اللي بيستعد للأمبياد وهو الفريق الجماعي الوحيد اللي بننتظر منه مادليا للأسف ما عندناش ألعاب جماعية أخرى لا كرة القدم ولا كرة السلة لا كرة السلة خرجت مشاركيتش ولا كرة طائرة نتوقع أو نستهدف منها أي مادليا المنتخب مين بيقوده خلينا نفتكر مع بعض مستر خوان كارلوس باستير هذا المدرب الأسباني اللي تم يعني تولي المسئولية وصاحب المشروع الجديد مع كرة اليد وطبعا كان عندنا مباراة الأولى مع كرواتيا والحقيقة لم نوفق فيها كان مباراة ودية بملاسبة مباراة دي بتتلعب في سلفينيا خسرنا من كرواتيا 36-29 ولعبنا سلفينيا أول مبارح صاحبة الأرض والملعب والجمهور وتعدلنا معها 27-27 النادي اللي قال لي فيه خماسي من عنده بيشاركه مع منتخب مصر ألا وهم عبد الرحمن حميد وأحمد شام سيسا عبد الرحمن فيصل إبراهيم المصري وأحمد عدل دول الخماسي اللي بيشارك مع منتخب مصر خلينا أتذكر مع بعض مجموعتنا في الأولمبياد فرنسا الدنمارك النرويج المجر الأرجنتين دي مجموعتنا مجموعة قوية جدا 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 منتخبنا طبعا يدير نتعادل في نهاية الشوت التاني بعد ما كان خسرنا من سلفينيا في الشوت الأول من الديجي 13-12 طبعا زي ما قلت حضركم المطش الودي اللي كان قابله مع كرواتيا وخلص لسالح كرواتيا 36-29 والمنتخب طبعا بيضم خمس لعيبة من النادي الأهلي زي ما بكرر تاني الخمس لعيبة هم عبد الرحمن حميد حالس المرمى وأحمد شام سيسا وعبد الرحمن فيصل إبراهيم المصري وأحمد عادل دول خماسي نادي الأهلي ولكن بالطبع بيكون فيه لعيبة أخرى من النادي الأهلي كمحترفين يعني علي زين مثلا هو لعب محترف وهو ابن النادي الأهلي فبنعتبروا أنه هو طبعا لعب يعني محترف ما بنحسبوش معانا ولكن هو في الأصل ابن النادي الأهلي فيه لعيبة كتيرة جدا فيه عندك إحياء الدرع من بره عندك لعيبة كتيرة جدا بتيجي وسيف الدرع لعيبة محترفة بتنضم للمنتخب بيبقى لها أصول طبعا معنديةها في المحلية ولكن خلاص بيكونوا بدأوا رحلة طبعا الاحتراف الخارج